وروا محافظ البنك المركزي الأفغاني أجمل أحمدي قصة فراره من مطار كابو اليوم سقوط العاصمة في أيدي حركة طالبان وصفا تلك التجربة بغير الواقعية السبب الوحيد الذي دفعني إلى المغادرة هو تلك التجربة غير الواقعية كنا على مدرج المطار وكانت طائرات هيلوكوبتر مختلفة وطائرات أخرى تقلع بالتوازي مع ذلك لم يكن هناك مكان في الرحلة على الخطوط الأفغانية التي فاقت طاقة استيعابها الحد الأقصى ورأيت طائرة عسكرية لدولة ثالثة لم تكن تلك طائرة أمريكية وكان الجميع يتدفعون للصعود على متنها وقد دفعني زملاء للصعود لكنني كنت مجرد من كل شيء سوى من ملابس التي ترونني أرتديها هكذا كان خروجي من أفغانستان